السلام عليكم أشباب عرفنا بالفيديو السابق حق البواسير كيف تنشأ البواسير وأعطينا نصائح مهمة جدا يقب على مريض البواسير اللي التزام فيها وهي قدر مسطاع يتقنب الإمساك ويتقنب الضغط أثناء التبرز وأرقوكم أرقوكم اللي عنده بواسير أو يعرف شخص عنده بواسير لازم تنصح بهذه الإقراءات قدر مسطاع حتى القلوس في الأماكن القاسية يتقنبها وأيضا أعطينا بعض النصائح من حيث الأكولات لازم واحد يغيرها ويلتزم فيها مثل أكل الأشياء الرطبة الملوخية والببايا وبعض الفواكه وأيضا زيت الخروع يشربه من أسبوع إلى أسبوع أو حتى زيد الزيتون اليوم بإذن الله عز وجل بوضح لكم إيش الأدوية أو بستعرض لكم الأدوية اللي موجودة في الصيدلية يستخدمها مرض الباسور أولا شباب خلونا نكون صادقين وفي كامل الشفافية أن الحلول الدوائية مثل الكريم وتحامل وحبوب تستخدم المرضى البواسير في المرحلة الأولى وهذا اللي بوضحه اليوم بعرضكم الأصناف الأدوية المتوفرة للدين أما أصحاب البواسير اللي تكون عندهم متدهورة فهذا لاسم تدخل قراحي وهذا اللي يقره الطبيب بعد ما يشوفها عيانا وأنا فكرت أعمل فيديو أقمع فيه جميع العمليات أو وضحها بتفصيليا من أقل لا قدر الله عليك وحتقت في المستقبل وتكون واضح عليك العملية وعارف لأيش مقبل أنت نرجع للموضوع هنا وبستعرض لك الآن الأدوية والإكريمات لكن الآن أنت أكيد تبي مني وصفها تبي مني شيء أنك تبدأ تستخدمه من أقل تفيد نفسك وتنفع نفسك اسمع يا صاحبي أنا بعطيك وعيوني من هذه لهذه لكن أول حاجة تعمل بالنصائح اللي بالفيديو السابق تتقنب الإمساك تتقنب الضغط تكثر من شرب الماء قدر مستطاع وأهم شيء طبيعة أكلك تغيره قدر مستطاع من أقل تخليه أكل لين ويخرج بكل سهول عملك الأشياء هذه كامل أنا أشكرك شكر جزيل ثاني حاجة أبغاك تدبر هذه القطعة هذه عبارة عن وسادة أو مخدة تشتريها مع المستزمات الطبية خاصة بسحب البواسير اقلس عليها إن كانت في البيت اقلس عليها في السيارة اقلس عليها في الأماكن هذه من أقل قدر مستطاع تخفف الضغط في هذه المنطقات في جدا مفيدة جدا يلا تعال بوضح لك الأدوية أولا معنا التحاميل معك النيهولر بروكتوك ليفنون والهيموبران إذا كان عندك بواسير داخلية النصائح اللي بالفيديو السابق مع الوسادة هذه مع واحد من هذه أنواع التحميلات خذها استخدمها باليوم مرتين أو ثلاث مرات ورح تتحسن عندك الوضع تماما بإذن الله وحاول ألا تتبرز بعدها أقل شي بأربع ساعات من أجل يبقى مفعولة تحميلها في المنطقة نفسها أما إذا كان عندك بواسير خارقية تقدر تأخذ الكريمات تدهنها خارقيا وداخليا أيضا الكريمات قي فيها عصار وقي فيها قمع هذا تعمل شوية دهان على القمع هذا وثم تركب القمع وتعمله إدراك إلى فتحة الشرق ثم تضغط شوية وتنزل دلا دلا من أقل يندهن من الكريم أو المرهم على المنطقة كاملة وفي الخارق أيضا أرجع عيد وأوضح النصائح اللي بالفيديو السابق كامل مع الوسادة مع الكريم أو التحميل إذا قابت معك نتائج ممتازة استمر عليها ونخوك مع النصائح هذه وإن شاء الله تلاح التحسن كبير جدا أما إذا مرت عليك سبوعين ثلاث أسابيع وشفت الوضع نصب ونصب مش مريحك لازم تدخل حبوب دافلون تأخذ حبه ثلاث مرات لمدة أسبوع ثم الأسبوع التالي حبه مرتين ثم الأسبوع الثالث حبه مرة واحدة في اليوم وإذا كانت مصاحبة آلام قوية مثلا للبواسير لازم تستخدم مسكين آلام تبدأ بالبنادول ما قابش نتيجة تدخل بالبروفين ثم الفلتارين ألخص الموضوع التلخيصة صاحبي معك كريمات معك تحاميل معك حبوب دافلون على حسب درجة البواسير اللي عندك أنا وقالت لك بدأ تدريقيا بدأ بالكريمات والتحاميل موضوع جدا ممتاز خير وبركة ما فيش زيد حبوب دافلون استخدمها سيطرت على الوضع ممتاز جدا مع التعليمات السابقة كلها بتلاحظ جدا جدا في تحسن إذا الوضع ما فيه ما فيه قد يكون الموضوع اللي يحتاج له تدخل القراحي فلذلك لازم تراقع فيه الطبيب وتقرع على حسب ما يقر لك الطبيب بعد الاستخارة دمتم صحة الله وعافيت